تتوالى المؤشرات المخيفة على عمق الكارثة الإنسانية والبيئية التي تهدد العراق على وقع الجفاف والتصحر وشح المياه بما بات يهدد الأمن الغذائي للعراقي في أحدث تلك المؤشرات المخلقة تحذيرات أطلقتها وزارة الموارد المائية الحالية من حصول انخفاض بكمية تقدر بـ 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035 دراسة حديثة للوزارة بيّنت أن انخفاضاً سيحصل بالمياه الواردة سنوياً إلى البلاد بنسبة 30% عما يصل إليه حالياً بحلول العام 2035 عقب إتمام دول الجوار مشاريعها الإروائية فيما ستزداد حاجة العراق الاستهلاكية للمياه بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي يتوقع أن يصل عام 2035 إلى 60 مليون نسمة وما يفاقم المخاوف تصريحات للوزارة أكدت فيها أنها قدمت مجموعة معالجات جوبهت بعوامل منعت تنفيذها كالأزمة المالية والوضع الأمني والاقتصادي إضافة إلى جائحة كورونا كذلك تأكيدها حاجة البلاد لإصلاح النظام الإروائي الحالي وتطويره باستخدام التقانات الحديثة لتقليس الهدر الحاصلي وعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري في الأنهر وترشيد الاستهلاك البشري ومع استفحال أزمة الجفاف والتصحر العاصفة بالعراق تشير أحدث التقارير إلى أن الملايين في العراق لا يملكون القدرة على الوصول إلى المياه المجلس النرويجي للاجئين حذر مؤخرا من تفاقم الكارثة مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات الأمطار والجفاف لافتا إلى أن سبعة ملايين عراقي مهددون جراء فقدان الوصول للمياه نهيك عن مواجهة مئات الكيلومترات من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام وتعكس هذه الأرقام المفزعة فداحة الأزمة التي تعصف بالعراق جراء الجفاف والتصحر وتراجع منسوب المياه الجوفية وتراجع القطاعات الزراعية والإنتاجية الأخرى المرتبطة بها بما يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلد